اشتركوا في القناة تحديد الفراعناء الصغار للمجموعة الأولى وتحقيق العلامة الكاملة وذلك وسط أداء وروح جذبت جميع المصريين خلفهم من أجل حلم الأولمبياد المنتخب الأولمبي يخوض أهم مبارياته ببطولة كاسل أمم الإفريقية تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائي التي تحدد الفريق المتاهلة لأولمبياد توكيو 2020 للفريق الفائز بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ليتأهل الفائز فيها للأولمبياد حيث تنص اللوائح على تآهلي ثلاثة منتخبات إفريقية إلى الأولمبياد شهدت الساعة الأخيرة جلسات نفسية من شوء غريب المدير الفني للفراعناء مع اللاعبين طالبهم بضرورة التركيز في اللقاء والتحذير من سيناريو المنتخب الأول الذي خسر أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر وذلك بهدف في الدقائق الخمس الأخيرة خاصة وأن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي هو ما يحذر منه غريب وطالب اللعبين بضرورة الضغط المبكر وإنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم والابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب إفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التي لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة ألا وهو الدفع بعبد الرحمن مجدي في مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي في المباريات التي لعب بها من المرجح أن يدفع غريب بتشكيلة مكونة من محمد صبحي في حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح أسامة جلال محمد عبد السلام كريم العلاء في الدفاع أكرم توفي أحمد رمضان بكهم رمضان صبحي عمر حمدي عبد الرحمن مجدي للوسط مصطفى محمد مهاجم وحيد التدريبات الأخيرة للمنتخب الأولمبي شهدت تدريبات خاصة للمدافعين لتعامل مع الكرات العرضية التي يجيدها المنتخب جنوب إفريقي الهجوم من وسط الملعب مع تعليمات خاصة للثنائي توفي وبكهم بعدم الهجوم وتأمين الدفاعي خاصة أن جنوب إفريقيا تجيد الهجمة المرتدة بفضل سرعات لاعبها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة